عام جديد يمضي على الفلسطينيين في قطاع غزة والذي حمل معه الخير الكثير والوفير من المملكة العربية السعودية ومؤسساتها المختلفة وفي كافة المجالات وعملت في خضم ذلك بالشراكة مع مؤسسات دولية ومحلية أملا في إحداث تغيير على حياة المواطنين خاصة في ظل ما تعرضوا له وما زالوا من الاحتلال الإسرائيلي وبرز من بين ذلك تعويضات المواطنين جراء الحروب الإسرائيلية المتتالية على القطاع إما بإنشاء وحدات سكنية لمن هدمت منازلهم أو تعويض مادي لإصلاح الأضرار الجزئية والبليغة لدينا شراكة هامة مع مؤسسات تمويلية في المملكة العربية السعودية بدأت مع اللجنة السعودية لغاية الشعب الفلسطيني حيث قاموا بتنويل إنشاء ثلاثمائة وحدة سكنية في مدينة رفح في الحي السعودي مشكورين وهذا شمل ثلاثمائة وحدة سكنية زاد مركز صحي زاد مدرستين زاد مسجد وبنية تحتية وشوارع إلى آخره فيما ترى ذلك حصلنا على حوالي عشر مليون دولار إضافيات من أجل إنشاء ميت وحدة سكنية في الشمال لمواطنين هدمت بيوتهم أثناء الحروب والاجتياحات في قطاع غزة البرنامج الثالث هو عبارة عن إعادة تأهيل ما يزيد عن 12 ألف وحدة سكنية تأثرت في الحرب الأخيرة حرب 2014 على قطاع غزة كما شهد عام 2016 تمويل المملكة لعشرات المشاريع الخيرية والصحية والتعليمية منها توريد أدوية ومسهلكات طبية وحفر آبار لمياه الشرب فضلا عن المشاريع الإغاثية الموسمية في شهر رمضان المبارك وتقديم المساعدات الطارئة في فصل الشتاء تميزت المملكة العربية السعودية بتنوع مساعداتها المقدمة إلى أهالي قطاع غزة ففي القطاع الصحي مثلا كان هناك مشروع التوريد الأدوية ومستهلكات الصحية للمراكز الصحية في قطاع غزة بالإضافة إلى عمل نواة منكز تشخيصي ليستفيد منه المواطنين في قطاع غزة إضافة إلى قطاع المياه حيث تم إنشاء خمس آبار بالإضافة إلى محطات التحلية في مختلف محافظات قطاع غزة أيضا في قطاع الإغاثة كان هناك مشروع الطرود الغذائية والذي استفاد منه آلاف المواطنين في القطاع ويضاف ذلك كله إلى الالتزام المتواصل من المملكة العربية السعودية والإفاء الكامل بدعم الخزينة الفلسطينية منذ تأسيس السلطة عام 1994 والمقدر بـ 20 مليون دولار شهريا وهي من الدول القليلة التي حافظت على هذا الدعم إلى الآن يمتد العمل الخيري والإغاثي للمملكة خارج حدودها إلى ما يقرب من 80 دولة حول العالم ويحظى منه الفلسطينيون على قدر كبير ما يدل على الاهتمام والأولوية لدى المملكة قيادة وشعبا للقضية الفلسطينية محمد بعلوشة الإخبارية قطاع غزة محمد بعلوشة الإخبارية قطاع غزة